اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مواطن القوة بالشعرية استلهام شعري من بيئتي ثقافة شعرية قراءة طبعا دعم جمهوري وجزالة الشعر والإلهام والعوامل هذه ما لها حد إلا البيرق بإذن الله تعالى حدود بالمسابقة أنا ما نحاطن حدود إلا البيرق ومجرد إن الإنسان يحد طموحه خلاص يوقف أحسن أنا الشاعر عايد حواس الحازمي حضرت هنا لأبقى في ذاكرة الجمهور ولأبقى منافسا على البيرق إن شاء الله سلام سلام فيها الطيب يا أهل الإمارات من رأس يملاها الصطر والحمية مثل عيال العودة روس الزعامات بالشعر وجزال الفعائل إهنية يوم المداحم صار في وقتها الأصوات قالوا على غيرك تراها عصية من شاف فزعتهم يقول إن الأموات يبغوا ندز الصوت له تهيى الله يمسيكم بالخير لجنة جمهور الله يمسيكم بالخير جمهور خلف الشاشات النص وحرق الباه يا طفل وطنك الخيام ضاقت بك الأرض لو خبري مداها رحيب تسلل البرد بطرافك وحارة الكلام واستوحش الحرف لا ينبت وجرحك عطيب وثيقتك هم وثيقتك هم ما يشبه همومة ألا نام لاجئ تحسس ضلوعك لعوى كل ذيب ينتابك الشوق وأسوار انتظارك ركام والصمت يعطيك من برد المشاعر نصيب كم يوجع البوح وعيون البشاير نيام والحلم الحلم خيمة طعون الوقت منها تطيب كم يوجع البوح وعيون البشاير نيام والحلم خيمة طعون الوقت منها تطيب يا فرحة العيد من ريبها مرور الغمام الضحكة الضحكة أحساس ما داعب ثنايا الغريب تنهش بها الحرب وخايل بروق السلام يزرع مانيه في رجو المواجع تغيب لو أوقدت أم قشع منارها كل عام به ينبعث من رماد الصبر صبر عجيب لو أوقدت أم قشع منارها كل عام به ينبعث من رماد الصبر صبر عجيب يا الشاهد الحي في وجه الظروف الجسام لو تيبس عروق كل الأرض غصنك رطيب هذا هذا عتابك على لساني يشق الظلام على الرسالة تدق بواب من يستجيب سلامت وانت سالم يا عايد بيض الله ويك على هذه القصيدة الإنسانية عن أوضاع المهجرين أيضا نعني ما شاء الله أنت هنا اركاد تقريبا نفس الموضوع والهم الإنساني هذا الجميل القصيدة فيها من المشاعر المصاغة بشكل شاعري الكثير لكن من البداية أنت وضحت أن المأساة المأساة هنا وجه المأساة هنا الطفل يا طفل وطنك الخيام كنت أتمنى رؤية ملامح هذا الطفل في القصيدة بشكل أكبر يعني دأن وصفك المعاناة الطفل في الأبيات تنطبق على الطفل وغير الطفل يعني كنت أتمنى أشوف معاناة ذات خصوصية للمرحلة العمرية اللي عيشها الطفل أحاسيسها الخاصة يعني هذه المعاناة اللي ذكرتها كلها تمر بي الكبار والصغار في القصيدة هذا من ناحية الموضوع أما من الناحية الفنية في القصيدة زاخرة بالصور الشعرية زاخرة بالمحسنات البديعية ويكفي التوقف عند بيت مثل ينتابك الشوق وسوار انتظارك ركام والصمت يعطيك من برد المشاعر نصيب هذا التصوير الشعري والعمق أيضا في الدلالة ما يدل على المستوى الرفيع للتصوير الشعرية عندك والوصف الشعري البيت اللي تقول فيه هذا عتابك على لساني يفج الظلام شو تعتقد وجه العتاب في القصيدة في الأبيات هذه اللي مرت يعني عطني بيت ذكرت فيه العتاب العتاب على يعني على ظروف على ظروف حياتها اللي مر بها الإنسان اللي ما وجدت أي نوع من أنواع العتاب أنت وصفت الحالة اللي عيشها الطفل كنت أتمنى أشوف أيضا شيء من العتاب لك أن القصيدة في عمومها في موضوعها جميلة عايد شكرا لك على هذا الحضور عايد قوى كله عايد عايد النص عجبني اللمانة والشعرية واضحة ولعل الختام جاء احترافي بمعنى الكلمة جرت العايد الشعراء أنه يعطيني موضوع ويتكلم على لسان حال سيم من الناس أي أن كان الموضوع ولكن أنك توظف وتشير إلى ذلك في ختام القصيدة هذا اعتابك على الثاني يفج الظلام على الرسالة استهل عايد على الرسالة تدق أبواب من استجيب للأمانة الختام بيت احترافي شعر معنى الكلمة المطلع أيضا كان جميل الأبيات اللي فيها صور الشعرية متعددة وتسلل البرد بطراف كحار الكلام مستوحش الحرف لا ينبت وجرحك عطيب أعجبني لما قلت لاجئ تحسس ضلوعك لعوة كل ذيب دليل واضح على الوحشة المكان والصحراء اللي هم عايشين فيها والحلم خيمة يعني أشوف أكبر حلم اللاجئ خيمة تعون الوقت منها تطيب أيضا جميل جدا توظيفك أيضا لو أوقدت أم قشعم ويني مفردة أم قشعم تعني الحرب يعني جاء توظيفها جميل جدا نارها كل عام ينبعث من رماد الصبر صبر يشاهد الحي في وجه ظروف الجسام لو تيبس عروك كل الأرض غصنك رطيب لأمان الشعر وتدفق الشعر من أول بيت إلى أن ختمت ختم جميل شاعر حضورك جميل يا عايد هذا المساء وشكرك على هذا الموضوع الإنساني أيضا يسلام يا أبو خالب موعدين في موضوع الإنسانية اليوم أنت وأخوك ركاد ساك على القوة يا عايد عايد أنت لآن أخذت الطرف الثاني من القضية اللي طرحها عايد اللي قبلك ركاد اللي هو تكلم عن لاجئ من في الداخل في بلاده وأنت تتكلم عن لاجئ من الخارج طبعاً تتساوى الأمور في كثير منها لأنه في الخارج والداخل هو فقد الوطن وفقد الأمان وفقد الجزء من الإنسانية من التي يتمتع فيها الناس جميعاً المطلع في القصيدة وأحرق قلباه الحقيقة أنه هذا العبارة شاعرية جداً قد أخذها الشاعر من قول المتنبي وأحرق قلباه ممن قلبه شبيمه وأخذ هذا رغم منها كلمتين إلى أنه ذهب الشاعر بسببها إلى أن يقيم قصيدته على نفس البحر والوزن الذي قامت عليه قصيدة المتنبي وهذا تراسل بينه وبين القصيدة تلك القصيدة شيء جميل يعني في الأبيات الجميلة كثير أنا أحب أن أشير إليها مثل لما البيت اللي أخوي أبو خالد أشار إليه اللي هو لاجئ تحسس دروعك لا عواكل ذيب أنا أنظر إليها من جانب جميل آخر غير اللي ذكره أستاذ حمد اللي هو إنه الإنسان هذا أصبح هدفاً لكل مصائب فحيثما صاحت صيحة نذير يظن أنه هو المقصود بها لكثرة ما وقعت عليه من مصائب ومن سهام تحسس دروعك لا عواكل ذيب أي مصيبة هو يخاف منها البيت كم يوجع البوح وعيون البشاير نيام يعني وين هذا التصور وين الواقع اللي هو يعيش فيه جميل جداً تنهش به الحرب ويخايل بروق السلام في هذا التضاد يعني هو وين وين واقع الحياة اللي هو يعيش فيها هذا التضاد بيّن شو كم هو عنده طموح وكم الواقع يخالف هذا الطموح وهذه الأمنيات القصيدة مليئة بمثل هذه التصويرات الجميلة شكراً يا عائد مرحباً مرحباً مرحباً